السلام عليكم ورحمة الله عدنا اليوم يونت 25 كتاب النوح للمرحلة الأولى وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي وخلينا نعرف هذا اليونت عن شينه يتحدث بالبداية اليونت هو بيبارة عن بعض الكلمات وأدوات ربط بعض الكلمات وأدوات ربط يعني عدنا هاي الكلمات اللي بيها قواعد معينة وأنا أريدك تكتب لي ملاحظات حتى تعرف شلون تحل هذا الموضوع رح نبدأ بسكشن أي وهنا عندك يعني أمثلة أول ملاحظة أريدك تكتبها بأنه الكلمات اللي تشوفهم قدامك اللي هم اللي هم الوين الوين واحد والوائل والبيفور والآفتر والآس وناس والأنتر ذوله كلهم يجي بعدهم مضارع بسيط هذوله كلهم يجيين وراهم مضارع بسيط واللي ما يعرف شنه زمن المضارع البسيط فخلي يرجع على الوحدة الأولى والثانية والثالثة ويشوف شنه الفرق بين زمن المضارع البسيط عن المضارع المستمر وإلى آخره فبالنسبة لهذه الأدوات الوين الوائل والبيفور والآفتر والآس والأنتر هذوله دائما يجيين وراهم مضارع بسيط هذه أول قاعدة اكتبها يمك وأمثلة عليها كثيرة مثلا المثال الأول يقول when we when we will go out when it stops running إذن وراها مضارع بسيط أيضا الكلمة الجملة الثانية أيضا يستخدم مضارع بسيط وهذه الأمثلة كلها عن المضارع البسيط هاي الملاحظة الأولى تبهل على الأدوات راح نجي على الجملة الثانية الجملة الثانية أو السكشن بيش يقول يقول أما الكلمات وين وآفتر وآنتر وآس وناس بس ذولة فهذولة أيضا ممكن يجيين بعدهم مضارع تام أيضا ممكن يجيين بعدهم هذولة الأدوات يعني يجيين وراهم مضارع تام السؤال اللي راح تسأل لي وقبل لا تكتب ليه بالتعليقات أنا راح أقول لك عليه أستاذ محمد زينو لعد هذولة مون نستخدموا مضارع بسيط شوان نعرف مضارع بسيط لها مضارع تام طبعا أول شغل أقول لك إياها الأستاذ بالامتحان إذا جاب لك ذني وحدة من عهدن فالاحتمالين صح اثنينهم صحيح يعني إذا جاب لك الوين فأنت إليك حق تستخدم ماضي بسيط وطيك صح ويستخدم مضارع تام عفوا إليك حق تستخدم المضارع البسيط وكلامك صحيح وممكن تستخدم الماضي التام وحلك صحيح ولكن بالامتحان هو ما راح يخربطك ووصلك ليش مرحلة وحتى إذا جاب لك إياها فيصير الإحتمالين مو مشكلة طيب وأمثلة عليها مثلا When you have finished with it When you have finished until he has gone مضارع تام طيب بس نركز لي على ملاحظة مهمة زين أكو حالات تجبرنا نستخدم زمن المضارع التام ورا الوين اللي هي When we use present perfect to show that one thing is complete before other إذا حدث تم بعد حدث يعني أكو تسلسل بالإحداث من التصلت فون من التصلت كيت We can go out اتصلت فون كيت قالت إنا حشته إيانا وراها إحنا مرمو حشتت إنا وقالت إنا تعالوا إحنا إحنا طلعنا إذن حدث بعد حدث إذا عندي حدث بعد حدث فراح استخدم بعد هذه الأدوات مضارع تام وأنا ذكرت لك هو بالامتحان إذا جاب لك الحالتين فهو صحيح تستخدم ولكن إذا جاب لك جملة بيها تسلسل بالإحداث فأنا هنا راح نستخدم زمن المضارع التام بعد الوين ملاحظة مهمة يقول لك إذا الأحدثين بنفس الوقت يعني ما بيهن ما بيهن تسلسل بالأحداث فلا تستخدم بهذه الحالة لا تستخدم بهذه الحالة زمن المضارع التام فمثلا نقول وين فون كيت من فون تصلت إحنا سألناها عن الحفلة شوف إحنا يعني ما أكو حدث بعد حدث هي تحتيانا وإحنا سألناها عن الحفلة ما طلعنا فها هي الفكرة It is possible to use ومثلا ما ذكرت لكم بأنه هالأدوات شفت قدام عينكم I will come as soon as I have finished I will come as soon as I have finished فمرات نستخدمهم وثنينهم صحيحات الحالة الوحيدة اللي نستخدم الوين ورها نستخدم بعد الوين مضارع تام لما يكون حدث بعد حدث وهذا الشي حسب المعنى اللي أنا لأنصحك به تحفظ هذا المثال لأنه هذا حدث بعد حدث وتشوف الأمثلة الموجودة بالتمارين دا نحللكم بقائمة تشغيل أخرى تقدرون إن شاء الله تستفادوا من العدن وهناها بسكشن سي ملاحظة مهمة يقول نقدر نستخدم الـ للمضارع البسيط والدلالة مستقبل يعني الـ وراها يجي مضارع بسيط قاعدة ولكن المعنى مستقبل I will be hungry if it happens again والله إذا رحنا مرة أخرى للسفر مثلا إذا صارت السفرة مرة أخرى والله رح أكون جوعان مستقبل بس أنا طلاب المعنى أبتعد عنه هسا إحنا ما عندنا معنى أنا هسا اللي قاعد أتكلم علي على أن الـ دائما يجينا وراها مضارع بسيط خلص إذا سألك عن المعنى ما للجملة أنت تقل It is future مستقبل طيب هذا خلصنا من الـ بعد إش قال لي هنا إذن الله تقرون بس الملاحظة ما للـ مهمة يقول تستخدم الـ ويا الحدث اللي أنت متأكد من عنده 100% أما الـ فالشيء اللي أنت ما متأكد من عنده هذا الفكرة يعني بهذا الموضوع وبهذا ها هي كل الفكرة فلما أنت متأكد من أقول I'm going out أنا ذاهب هسا when I go out I will get some bread أنا هسا ذاهب ما عشي من أصل هناك إن شاء الله أجيب خبز ويايا إذن متأكد أما من أقول I might go out والله يمكن أنا أطلع بره if I go out وإذا رحت هناك أجيب بعض الخبز إذن هنا ما متأكد إذن عنده استخدام الـ فالإف فالإف هي أداة شرطي يعني ما تصير إلا كشرطي إلا كزي فالإف مو قوية الوين أقوى It is possible for sure خافي قللك قارن جيب لك جملة بها إف وجملة بها وين أنت تقول له It is possible It is possible to get some bread أنه من الممكن يعني وتقدر تقول له He is not sure هو ليس متأكدا Not sure هذا بالجواب أما من قال لك وين فأنت تقول له sure يعني متأكد For sure يعني He is sure that he is that he will get some bread متأكد بأنه راح يجيب بعض الخبوز لأنه متأكد إذن ملاحظة سريعة حتى أوضح لك الفكرة بشكل مختصر أنه F تستخدم للشي اللي ما متأكد من عنده أما الوين فتستخدم أن يكون الشي أنت متأكد من عنده والمعنى هو أيضا يحكمك حاول تقر التمارين وتركز على المادة وصدقني إن شاء الله راح تجاوب تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته